انا عارفة انتو جايين ليه انتي خدتي وقت طويل قوي يا اميرة انتو عارفين موضوع انكم تكفلوا طفل ده من السهل والاوراق بتاعته كتير جدا وبعدين احنا معدناش في الدار هنا اي اطفال فكده كده لازم تستنوا ما انت عارفة يا اميرة احنا مش بنخلف ودار الرعاية دي امالنا الوحيد ما تقلقش يا محمود انت ابن عمي وانا بهتمم مصلحتك وصدقني اول ما يتوفر عندنا اطفال هكلمك على طول وانا متأكدة اي طفلة يعيش معاكم هيبقى مبسوط وهيحبكم جدا شكرا يا اميرة هستنى تليفونك ايه ده البنات لسه نايمين لحد دلوقتي ايوة تركس لانين اوي يلا اصحوا يا بنات سبونا شوية احنا لسه بادري لا يلا وراكو شغل كتير النهاردة هو احنا ليه ما ينفعش ان نمسعه زيادة مش بماذاكو انتو هتسمعوا كلام وتقوموا حالا يا ام هتتعاكبوا عجبك اللي بيحصل ده يا بيسان لا مش عاكبي انا حاسة انهم مش بيحبونا وبيخلونا نشتغل كتير قوي اهم حاجة دلوقتي يلا نغير هدومنا ونطلع نساعدهم في الشغل قبل ما نتعاكب على فكرة احنا خلصنا الفلوس بتاعتنا كده ما قدمناش غير ان احنا ناخد البنات وننسي للمدينة اكيد هيصعبوا على الناس هناك وهيددولنا فلوس ايوه لازم نعمل كده عشان نعمل شوية تجديدات في البيت وكمان نجيب اكل ولمس جديد ايوه البنات لازم يساعدونا سيما احنا ساعتناهم طول عمرهم ريمان ايه رأيك نروح نتكلم مع تيده وكده ونسألهم هم بيعملونا وحش ليه مش ده الوقت بعد الغداء علشان ممكن يتضايقوا وما يردوش يخلونا نتغدى ايوه عندك حق احنا عايزين نسألكم على حاجة خير فيه ايه احنا عايزين نعرف انتو بتعملونا وحش ليه انتو تيده وجده يعني المفروض تعملونا كويس لا طبعا احنا بنعملكم كويس جدا انتو عمركم ما تحكتوا ولا هزرتوا معانا ولا حتى بتتحكوا فوشنا ايوه كل حاجة شغل شغل بس عمركم ما فسحتونا ولا خرقتونا في اي مكان علشان تعرفوا ان احنا كنا بنعملكم كويس من النهارة المعاملة هتختلف انتو اللي هتنطفوا البيت وتعملوا الاكل كل يوم بس يا تيت احنا بنتعب قوي في الشغل طول اليوم كمان هننطف ونطبخ ايوه ده مش عادل احنا لسه صغيرين على الكلام ده احنا كبار في السن وانتو اللي لازم تساعدونا جه الوقت اللي احنا نستريح وانتو اللي تعملوا كل حاجة خسلتو اتيكو قبل ما تعملوا الاكل ايو يا تيتا خسلناها كويس وما تحطوش طهون كتير في الاكل علشان كدوكم تعبان حاضر يا تيتا انا هطلع انا وكدوكم بره شوية على ما تخلصوا الاكل البنات بدأوا يسألوا اسئلة كتير قوي مش مهم اهم حاجة ما نجاوبهمش ولا نقولهم الحقيقة مش معقول هنقولهم ان من يوم ولادتهم وحياتنا تغيرت بنتنا الوحيتة ماتت وهي بتخلفهم ومن ساعاتها وإحنا عايشين حياة صعبة عندك حق انا كلما بشوفهم بيفكروني ببنتنا وبكرههم اكتر انا نفسي يكبروا بقى ويعتمدوا على نفسهم ويثبونا ويمشوا اخيرا عرفنا هما بيكرهونا ليه ايوه مع ان احنا ملناش سنبف اللي حصل ده يا بنات انا عايزاكم في حاجة خير يا تيتا في ايه في لبس هتلاقوا جوه عصير بتاعكم عايزاكم تلبسوه ليه يا تيتا هتخرجونا ولا ايه حاجة زي كده ادخلوا لبسوا اللبس حالا هو ده اللبس اللي احنا هنلبسه ايوه احنا مش خارجين نلعب احنا راحين المدينة عشان الناس تساعدنا بفلوس فلازم تصعبوا عليهم احنا مش فاهمين حاجة احنا هنروح المدينة وكل واحد هيقعد في مكان وهتبدأوا تطلبوا من الناس فلوس ايه ده هنشحط ايوه احنا محتكين فلوس الفترة دي كتير جدا ولما الناس تشوفكم باللبس ده اكيد هيساعدونا عايزاكم تمثلوا ان انتوا بتعيطوا علشان الناس تتعاطف معاكم ويتشوكوا فلوس اكتر ايوه وقوعوا وتتكلموا مع حد غريب خالص اعتبروا اللي احنا نزلين وده شغل فاهمين ولا لا فاهمين طيب انتوا هتكونوا معنا ايوه بس هنكون بعيد عنكم شوية يلا عشان نمشي دلوقتي عشان نلحق نروح المدينة اشتركوا في القناة ايكم يا بنات اهلا ازايك هتساعدينا ماشي بس الاول عايز اعرف انتوا اساميكم ايه انا اسمي بيسان وانا اسمي ريمان الله اساميكم حلو قوي بس انتوا بتعملوا ايه هنا احنا بنطلب من الناس انها تساعدنا باي فلوس علشان نقطر نشتري اكل ولبس طيب هو فين اهلكم انتوا عايشين في الشارع لا احنا معنا تيتا وجده بس هم في الشارع اللي ورانا طيب هو فين باباكم ومامتكم ماما ماتت وهي بتخلفنا وبابا مات بعدها على طول احنا اصلا عمرنا ما شفناهم احنا كبرنا مع تيتا وجده يا خبر ابيض انتوا حياتكم صعبة قوي بنتين زيكم المفروض يكونوا عايشين حياة كويسة ويكونوا في مدارس دلوقتي احنا بنعمل كده عشان نساعد تيتا وجده عشان هم مش قادرين يشتغلوا يعني مش تيتا وجده دول هم اللي بيخلوكوا تقفوا في الشارع هنا لا لا هم بيعملونا كويس ما يعرفوش ان احنا بنعمل كده احنا بنحاول نساعدهم من غير ما يعرفوا ماشي يا حبيبي انا هدخل السوبر ماركت اجيب لكم اكل كتير قوي عشان تاخدوه معاكم الست دي شكلها طائبة قوي ايه ده الست دي وقفة تتكلم مع البادات كتير قوي لما نرجع البيت لازم نعرف هم كانوا بيتكلموا في ايه انا عايز اعرف الست اللي كانت وقفة معاكم كانت بتكلمكم في ايه مفيش حاجة يا ديتا كانت بتسألنا انتو كويسين ولا لا وكابت لنا حاجات من السوبر ماركت وكيب نهلكم هنا وانتو رديتوا عليها وقلتوا ايه قلنا اللي احنا كويسين ومش محتاجين حاجة ماشي بعد كده مش عايزاكم تتكلموا مع حد وهو هتقولوا لحد اللي احنا بنعملكم وحش لا طبعا عمرنا ما هنقول كده ماشي يلا روحوا ناموا علشان هنروح بكرة نفس المكان ما حد تساعدنا النهاردة بفلوس خالص انا خايفة تيتا وجده يعقبونا انا متأكدة ان هم هيعقبونا ازايكم يا بنات عاملين ايه احنا كويسين الحمد لله انا عايزة اتكلم معاكم عن جدكم وكدتكم عايزة منهم ايه بالزبط انا عايزة اعرف هم بيعملوكم كويس ولا لا انا حاسة ان هم اللي بيخلوكم تنسلو تشحتو لا لا بيعملونا كويس جدا صدقوني لو قلتوا لي الحقيقة انا ممكن اساعدكم انا تيه اصلا شغلتي انا بساعد الاطفال اللي زيكم وبطمن لهم ان هم يعيشوا حياة كويسة بناخدهم عندنا في الضار بتاعتنا وبنأكلهم ونعلمهم وبناخد بلنا منهم وكمان بيبقى في فرصة ان حد ياخدكم ويتكفل بيكم صدقوني خلكم موسكين فيا بجد انت بتساعد الاطفال ايوة صدقوني الله انا نفسي اروح المدرسة قوي علشان كده انا عايزةكم تقوليني الحقيقة وانا هساعدكم بصراحة مش عارفين نقولك ايه احنا نفسينا هنتعلم ونعيش حياة حلوة انت يا ست انت بتعمل ايه هنا مفيش انا كنت بتكلم مع البنات دول بس دول احفادي ما تتكلميش معهم تاني ماشي انا اسفة الستة دي تلعت بتقولهم ايه مش وقته لما نرجع البيتنا بقى لتكلم الاطفال دول وراهم كسة ولس معرفة انا رائبهم انت متأكدين ان انت مقولتوش اي حاجة للستة اللي كانت وقفة معاكو لا طبعا ما قلنا لهاش حاجة انا شايفة ان احنا منروحش المدينة الفترة اللي الجاية دي علشان انا حاسة ان الستة دي وراها حاجة يلا يا بنات كملوا شغل في المطرعة بس يا تيدا احنا كايين تعبنين قوي يلا بلاش تلع روحوا اشتغلوا حالا ينهر ابيض طول بيشغلوهم في المطرعة كمان ايه ده البنات مكوش النهاردة انا خايفة يكون حصل لهم حاجة انا لسي متأكد بنفسي ايه ده الناس طول بيستغلوا البنتين انا لسي ما اتخل مش هينفعل لانا بشوفوا ده انا عايز اعرف انتو ايه اللي انتو بتعملوهم مع البنات ده بالزبط انت مين وبتعمل ايه في البيت بتاعنا بصراحة البنات دول صعبانين علي بتخليهم يشتغلوا في الارض بتاعتكم وايام تانية بتخليهم ينزلوا المدينة يشحتو وانت مالك انت انا مش عارفة انتو بتعملوا كده ليه البنات دول مفروط يكونوا في المدلسة دلوقتي لكن انتو كده بتعذبوهم انت ممكن تسألي البنات وهم هيقولك الحقيقة احنا بنعملهم كويس جدا يا بنات قولوا الحقيقة وما تخافوش الناس دول بيخلوكوا تشتغلوا بالعافية بصراحة احنا مش هنجزب تاني بس يا بنت ايوا بيخلونا نشتغل بالعافية وبيخلونا نجمعهم فلوس ده كله عشان مش بيحبونا ايوا علشان ماما مادت وهي بتخلفنا ايه ده انتو عرفت الموضوع ده ازاي احنا سمعناكم انتو بتتكلموا انتو اكيد ما عندكمش قلب بتعملوا كده في احفادكم ايوا هي السبب في موت بنتنا بنتنا مادت وهي عندها عشرين سنة ده مزنبهم تي حاجة بتاعت ربنا انا هاخدهم عندي دار الرعاية علشان انتو بتستهلوش البنات دول وانتو مين انت عشان تقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه انا شغالة اخصائية اجتماعية تابع الدولة وانا اللي بكرر الاطفال الصغيرين عايشين في امان ولا لا ولازم ساعتهم وخليهم يعيشوا في بيئة كويسة اكيد عنتو هيلقوا الحب اللي هم محرومين منه لا طبعا احنا استحال نسيب البنات دول قدامكم حاجة من اللي اتنين يا تسيبوا البنات بمساككم يا اما هتصل ببوليس واخدهم خصبا عنكم قدامكم تي اتفكروا انا مش عارفة اسعل ولا افرح افرحي طبعا ان اخدتهم وخلصتنا من الهم بتاعهم الله شكلكم بقى جميل قوي احنا متشكلين قوي اللي انت جبتننا لبس الجميل ده بس احنا عايسين نعرف احنا هنعيش هنا على طول لا انا لقيت لكم ابو ام هتعيش معاهم ويحبكم قوي موافقين ولا لأ كويس على عموم هم هيجوا دلوقتي ايه رأيكم بقى في بسان وريمان ايوه دول جمال قوي صدقوني يا بنات احنا هناخد بالنا منكم وهندخلكوا احلى مدارس وهتبقوا زي ولادنا بالزبط احنا هناخد بالنا منكم اشتركوا في القناة